بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضر لكم صديقي العزيز هيا بنا نتحدث عن نور السلاوي بس ما عليش شعر وانت جا تتحدث معنا من فضلك اعمل لايك او سبسكراف ولو ما عملتش تعال برضو خش معنا يا صاحبي مين نور السلاوي دي؟ نور السلاوي هي أول سيدة عربية وشمال إفريقية وأمازيغية تتآهل إليها أولمبياد بريس عشرين 24 وأول سيدة تتآهل للأولمبياد من السيدات العرب والأمازيغ والشمال أفاركا لما أخذ يعني أول سيدة عربية وشمال إفريقية وأمازيغية تتآهل إلى أولمبياد نعم صديقي العزيز وهي أول فارسة بالمغرب طبعا يا صديقي القصة بتاعت نور السلاوي دي قصة جميلة جدا واحلى حاجة فيها ان هي تحس فيها ان هي قصة صعود بالزبط يا ستا زي القصص كده بتاعت تنميل بشرية نور كان بتحلم طول عمرها ان هي تكون فارسة واشتغلت على الحلم بتاعتها ده وربنا قرامها وشاركت بكأس العالم للخيول او كأس العالم للفروسية بفرنسا 2022 و2023 أول فارسة في المغرب أول فارسة تمثل مملكة المغربية والدولة العربية في هذه التظاهرة الأولمبية عبرت عن فخرها بتمثيل المغرب في هذا الحدث الرئيس المرموك مبرزة ان هذه المشاركة تعد مناسبة لتحقيق حلم روادها منذ بدء شغفها بردقة الفروسية وأضافت ان هذه المشاركة تعتبر تحديها مهمة في مسئلاتها الرئيسية معربة عن أمالها في البصمة على نتاج الجميع والعمل على بازل كل ما في جهدها لتمثيل المغرب على أعلى مستوى في هذا المحفل الرئيس العالمي وقالت ان هي عملت بشغف وجدية للوصول لهذا المستوى الرفيع لمدة سبع سنوات يا جدا عفادي ربنا تعدى حد عل فاضي ياسف ربنا بيضيعش تعدى حد عل فاضي اشتغرت على نفسها لمدة سبع سنين من التدريب المكسف بشراف وتأثيء وتقطير من المحترفين في هذه الرياضة شابو نورس اللاوي لا بجد شابو نورس اللاوي الفريس المغربية صديقي العزيز آمن بنفسك هي ده استن انت تخشتها الفدورية تنمية بشرية ايه استن انت فيه ايه معلش يعني هي التنمية بشرية ايه غير لمواغزة تير يا نسف. تير يا نسف. حلق يا نسف. حلقت يا نسف. ده مبروك لنور. نور على فكرة دورت على الفيديو بتاع بيين سبورت والريبروتوجي اللي بتعمل عليها. هتحس بالفخرة كده معلم اللي هو ايه. اول فارسة عربية تكون مغربية. تتآهل لأولمبياد باريس. صراحة قصة ملحمية. طبعا بنتمنى كلها ابتنى في أولمبياد باريس انهم بكسروا الدنيا. منهم نور مسلا. منهم صوفيان بكالي. منهم مسلا ان شاء الله بإذن الله يا صديقي حد كده زي السباح التونسي. وان شاء الله بإذن الله قدروا انهم يعملوا حاجة. ويعملوا مدليات. تقول لي طيب ما فيش حد مغزر يا ساحبي. بص احنا عندنا فليه كرة يد. غير كده على الله حكايتنا. هتقول لي بس انتوا عندك حد في الفروسية. اقول لك احنا عندنا ناقي النسار. وده تجوز بنتجي بيل جيتس وكبر لحوار الفروسية. ودلوية مقضيها. كلام فاضي وبطولات بياخدها. انما بيخدش الأولمبيات ما بيشوفش قدامه. فعادي يا معلم. يعني ما نشدع واحنا بالحاجات دي. ولكن نتمنى التوفيق لكل الأبطال الأولمبيين. وان شاء الله بإذن الله نور تكون مثال كويس لتمثيل المرأة العربية في رياضة زي رياضة الفروسية. بالتوفيق نور. انا ما عرفش بصراحة هي اول امرأة افريقية ولا لا بس انا اللي عرف ان هي اول امرأة عربية. وشمال الافريقية وامازيغية. ما عليش لازم نحط الكلام ده في الحزبان عشان في ناس بيزعالوا يقولك امازيغية. امازيغية يا غال انت جيت في جمال بالتوفيق لنور وبتوفيق له كلها بطلنا تاني في اولمبياد باريس. ان شاء الله بإذن الله. اهلا فكرة انا فاكر اسم السباحة التونسي احمد الحفناوي. وعارف كويس ان هو ان شاء الله بإذن الله يعشمنا كده في مديلية دهب. مديلية دهب ابو حميد لتونس ان شاء الله في السباحة. وان شاء الله نور ما تشاركش مشاركة مشاركة زي نهاية بتقول تقدر ان هي تعدي مراحل المشاركة المشاركة وان شاء الله تكون بطلة في نهاية سباق الفروسية في اولمبياد باريس. قولي يا رب يا صاح. بالتوفيق له نور وشابو يا نور.